السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين علشان ما نخشش في الموضوع على طول خلينا نلخص الأحداث اللي حصلت في فيتنام في سنة 1939 تبدأ الحرب العالمية التانية والعالم كله بدأ يضرب في بعضه دول الحلفاء واللي كانت منهم فرنسا أعلانوا الحرب على دول المحور واللي كانت منهم اليابان بمعنى أصح اليابان وفرنسا أصبحوا أعداء مباشرين ودول دولتين ما شاء الله كل واحدة فيهم معها مستعمرات ولكن مستعمرات فرنسا كانت أكتر شويتين في الوقت اللي اليابان كانت كله مستعمراتها تقريبا في أسيا ففرنسا كان معها مستعمرات حوالين العالم ومنهم مستعمرات برضو موجودة في أسيا وبالتحديد في منطقة الهند الصينية اللي هما لاوس وكمبوديا وفيتنام وهي دي منطقة الصراع بين فرنسا واليابان وبعد سقوط فرنسا على إيد الألمان النازيين سنة 1940 الموضوع اللي كنا عملنا حلقة عنه قبل كده اليابان لقيتها فرصة علشان تنهش في المستعمرات الفرنسية اللي في أسيا وبالفعل اليابان تدخل منطقة الهند الصينية وتسيطر على كل المستعمرات الفرنسية اللي فيها علشان المواطنين الفيتناميين يلاقوا نفسهم بيتنططوا من احتلال لاحتلال شوية كانوا تحت الاحتلال الفرنسي دلوقتي هم تحت الاحتلال الياباني وهنا يظهر على الساحة ولأول مرة الزعيم الفيتنامي هوتشي من اللي أسس ما يعرف بقوات الفيت من علشان يصد الاحتلال الياباني وفي سنة 1945 اليابان تعلن استسلامها وتنتهي الحرب العالمية التانية رسميا وفي نفس يوم استسلام اليابان هوتشي من يعلن قيام دولة فيتنام المستقلة ولسه بيقول يا هادي وهيبتدي يحكم فيتنام يلاقي الفرنسيين بيهجوموا عليه بعد ثلاث أسابيع بس من إعلان الاستقلال معلش يعني احنا عاوزين المستعمرات بتاعتنا اللي في الهند الصينية بل استقلال بل بطيخ فيقرر هوتشي من ان هو يحارب الفرنسيين زي ما حارب قبلهم اليابانيين ويا روح ما بعدك روح وتبدأ ما تعرف بحرب الهند الصينية الأولى وعلى مدار تسع سنين من القتال الدامي ما بين الفرنسيين والفيتناميين تنتهي الحرب بانتصار كاسح للفيتناميين ويتوج هذا النصر بالقضاء على الفرنسيين تماما في معركة ديان بيان فو وفي مؤتمر جينيف سنة 1954 يتم تقسيم فيتنام إلى جزئين جزء شمالي اتعملت فيه حكومة شيوعية بقيادة هوتشي من وجزء جنوبي اتعملت فيه حكومة رأس مالية ديمقراطية بقيادة نجو دينزيين وده اللي كان بيخالف اتفاقيات مؤتمر جينيف لان في المؤتمر ده تم الاتفاق على ان فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية هتتعمل بينهم انتخابات سنة 1956 وهيتم توحيد الفيتناميتين ولكن يفاجأ الشماليين ان نجو دينزيين اللي بيحكم الجنوب عمل استفتاء على انفصال جنوب فيتنام والاستفتاء ده اتوافق عليه بنسبة تخطط 98% وده طبعا كان استفتاء مزور وبكده جنوب فيتنام اصبح دولة منفصلة ورئيسها نجو دينزيين ومش كده وبس نجو دينزيين بدأ في اتهاد المعارضة اللي موجودة في الجنوب اللي منهم شيوعيين كتير فالطبيعي ان الصين والاتحاد سوفيتي يدخلوا علشان ينقذوهم اصليحنا شيوعيين يعني وحلفاء مع بعض ولكن لا حياته لمن تنادي الصين والاتحاد سوفيتي فيه بينهم مشاكل ومش فضيين لانقاذ الفيتناميين الجنوبيين الشيوعيين من اتهاد نجو دينزيين وامروا زعيم الشمال هوتشي من انه ما يعملش اي تدخل عسكري في الجنوب لحسن امريكا تتدخل بشكل مباشر ومعليش يعني احنا بنتفادة الصراع مع امريكا مباشرة علشان كده يقرر السياسة الفيتنامي الشيوعي ليزوان واللي كان من الناس اللي تعرضت للاتهاد من نجو دينزيين انه هو اللي هتصدى لنجو دينزيين وحكومة الجنوب وهيخالف اوامر السوفيت والصينيين ومن هنا تبدأ ما تعرف بحرب فيتنام ليزوان كان عاوز انشئ قوة عسكري بديلة للفيتمين هيكونوا نفس الجنود ونفس الضباط بس مش على اراضي شمال فيتنام لانه لو انشئ القوات دي في الشمال مش هيعرف يعدي بهم للجنوب علشان في منطقة من زوعة السلاح ما بين الشمال والجنوب واي اقتحام عسكري للمنطقة دي سواء من الشماليين او من الجنوبيين ده معناه مخالفة الاتفاقيات الدولية واعلان الحرب والاسوأ من ده كله تدخل امريكا ومن هنا ليزوان تجيلوا فكرة الاستعانة بالدول المجورة اللي هما لاوس وكمبوديا لاوس بعد خروج الفرنسيين منها حالها ما كانش احسن من حال فيتنام برضو كان فيها صراعات داخلية ما بين الشيوعية وما بين الرأس مالية الديمقراطية وهو ده اللي ليزوان كان عاوزه بالضبط ليزوان عرض على الحزب الشيوعي الموجود في لاوس ان هو يقدمه دعم عسكري بحيث ان ليزوان هو اللي يجيب الجنود والاسلحة ولكن اي تحرك عسكري يكون باسم الحزب الشيوعي في لاوس طيب ليه الحركة دي؟ علشان ما يبانش قدام الامريكان ان شمال فيتنام بيلعب بديلو دول الشيوعيين في لاوس اللي بيعملوا كل حاجة احنا ملناش اي دعوة لو عاوزين تعاقبوا حد عاقبوا لاوس وبالفعل سنة 1958 بدأ جنود فيتنام الشمالية ومعاهم اسلحتهم ومعادتهم العسكرية في التسلل الى حدود لاوس وبدأ يسيطروا على اجزاء كتير من لاوس اللي موجودة على حدود فيتنام والاجزاء دي هي اللي هيستخدموها علشان يتسللوا لجنوب فيتنام مستغلين ان المناطق دي اللي سيطروا عليها في لاوس كانت في الاصل طرق للتجارة كانوا بيستخدموها سكان الهند الصينية زمان اما دلوقتي فالطريق ده هيستخدم للعبور الى جنوب فيتنام من شمال فيتنام بيدون الحاجة الى المرور من المنطقة من زوعة السلاح والطريق ده كمان هيهربوا منه اسلحة ومعدات عسكرية وزخيرة ومؤن من الشمال للجنوب عشرات الاطنان من الشحنات اللي جاي من شمال فيتنام كانت بتخش حدود جنوب فيتنام كل يوم وبمرور الزمن الطريق ده بدأ يتوسع علشان يشمل كامبوديا كمان وما بقاش يوصل لمنطقة واحدة بس في جنوب فيتنام ده كمان بقى يوصل لكزا منطقة يعني لو حكومة جنوب فيتنام اكتشفت منفذ واحد بس من المنافذ الحدودية دي وقررت ان هي تقفله فالفيتناميين الشماليين هيلقوا منافذ تانية غيره كتير لدرجة ان في سنة 1959 اتعمل جناح عسكري مخصوص من جنود شمال فيتنام لإدارة هذا الطريق وتطويره والجناح العسكري ده كان معروف باسم المجموعة 559 واللي بتتكون من فنيين ومهندسين وضباط بيتحدوا مع بعض علشان يطوروا الطريق اللي بيوصل ما بين شمال فيتنام وجنوب فيتنام عن طريق لاوسو كامبوديا وفي نفس الوقت يحموه من اي هجمات تخريب يا باشا هذا الطريق وزارة الدفاع الامريكية نفسها اللي هي البنتاجون وصفته بان هو واحد من اعظم الاعمال العسكرية واللي اطلقت عليه اسم طريق هوتشي من هوتشي من تريل وطريق هوتشي من ده حوار حوار عايز له حلقة لوحده فلو عايزين الحلقة دي يا ريت بتبولي تحت في التعليقات طبعا انت هنا هتبتدي تستغرب يعني ليزوان يتعب ويحارب ويأسس قوات واجنحة عسكرية وكل ده علشان يأمن الطريق اللي هيوصله من الشمال للجنوب في الاخر الطريق ده يتسمى باسم حد غيره لأمه الطريق ده مش البيتناميين اللي سموه الاسم اللي هو هوتشي من تريل ده اسم الامريكان اللي اطلقوه لان بالنسبة لهم زعيم اللبش اللي بحصل ده كله هو لا يزال هتشي من ليزوان ما كانش معروف وده بمزاجه ومش غصب عنه ليزوان ما كانش ظاهر ع الساحة علشان محدش يركز معاه والتكيس كله يكون على هتشي من اللي كبر وعجز وبقى غير قادر على ان هو يعمل الحاجات اللي كان بيعملها زمان وسايبين ليزوان اللي بيعمل كل حاجة تمويه في منتهى العبقرية وعلى فكرة على رغم ان الصينيين والسوفيت امروا هتشي من انه ما يعملش اي رد فعلي تجاه الجنوب الا ان هتشي من برضه خالف اوامرهم وبدأ يساعد ليزوان في السر وعلى سنة 1960 يكون ليزوان هرب ما يكفي من المعدات العسكرية والاسلحة والجنود من الشمال الى الجنوب وبكده اصبح جاهز هو وقواته انهم يواجهوا الجنوبيين ويواجهوا الديكتاتور نجو دينزيام وهنا ظهر ما يعرف لأول مرة بجابهة التحرير الوطنية الفيتنامية او المعروفين اكتر باسم الفيت كونغ وهم قوات كان فيهم كتير من قوات الفيت من الزمنيين ولكن الفرق انهم موجودين في الجنوب جيش شيوعي كامل من شمال فيتنام موجود على اراضي جنوب فيتنام كارسة كارسة وحلت على نجو دينزيام وعلى امريكا امريكا اللي لقت نفسها ضحية لاعمال التخريب اللي كان بيعملها قوات الفيت كونغ البشوات بتوع الفيت كونغ قتلوا جنود امريكان في واحدة من عملياتهم التخريبية عجبكم كده يا شعب يا امريكي عجبكم ان جنودكم واولادكم يتعرضوا للغدر في جنوب فيتنام طبعا دا كان كلام السيناتور الامريكي جون كينيدي وبيوجهه للشعب الامريكي في حملته الانتخابية وبيوعد الامريكان ان هم لو انتخبوه هيجيب حق كل امريكي مات هناك من الفيتناميين الاشرار ويقال والله اعلم ان الحدثة بتاعت مقتل الجنود الامريكان في فيتنام هي السبب الرئيسي اللي خلت جون اف كينيدي اللي هو المرشح الديمقراطي يكسب الانتخابات دي ويصبح رئيس لامريكا وما شاء الله جون كينيدي ما عملش حاجة عدلة في فترته الرئاسية اول ما استلم الرئاسة سنة 1961 لقي ان في دولة على حدوده اسمها كوبا بتولع ام صدق على قرار غزو كوبا اللي هي عملية غزو خريج الخنازير واللي كنا عملنا عنه حلقة قبل كده والعملية دي تفشل فشل ذريع وبعدها السوفيت يحطوا صواريخ نووية في كوبا علشان تصبح امريكا والاول مرة في تاريخها في حدود الصواريخ النووية السوفيتية امريكا مهددة ان السوفيت يضربوها بالنووي وكل دائمتا في فترة حكم جون كينيدي النحس فيما يعرف بازمة صواريخ كوبا واللي كنا برضو عملنا عليها حلقة قبل كده اي نعم جون كينيدي عرف يخلص الازمة دي بسلام بس الطريقة اللي انهبيها الازمة دي ما كانتش عجبة السياسيين الامريكان ايه يسطى الزوء ده كله مع السوفيت ده انتطلعت خرع خالص ده احنا لو كنا انتخبنا ريتشارد نيكسون بدالك كان زمانه مقرأش صاروخين نووي ويولى حاجة يبدو كده ان فرصة جون كينيدي الوحيدة لكسب الشعب الامريكي هي حرب فيتنام لازم يزبط نفسه قدام السياسيين والشعب ولكنه بكمالة القرارات الغلطة اللي خدها رفض ان هو يبعد جنود امريكان لفيتنام واكتفى بان هو بعت اسلحة ومعدات عسكرية وبس لانه كان خايف انه لو بعت جنود لهناك والجنود حصل لهم اي حاجة يبقى كده هو اخلف وعوده الانتخابية والشعب مش هيسكت على حاجة زي كده احنا انتخبناك علشان تلحق اولادنا اللي في فيتنام تروحين تبعتهم لفيتنام ومن هنا جون كينيدي قرر ان هو ما يبعتش اي قوات امريكية لهناك واكتفى بارسال الاسلحة والمعدات العسكرية زي ما قولنا بس وهيعتمد على جنود جنوب فيتنام ولكن المشكلة ان جنود جنوب فيتنام كانوا سيئين جدا لا سيئين سيئين يعني عيب لما نسميهم جنود اصلا يعني دولا لا يرتقوا لاسم جندي الجنود غير مدربين والضباط غير كفء على الاطلاق جودنزيم لما مسك حكم جنوب فيتنام بنا جيش جنوب فيتنام بناء على الوسطة كان بيختار حبايبه وقريبه والمواليين ليه علشان يكونوا هم الجنرالات والضباط الكبار أما الكفاءات اللي بيفهموا في الأمور العسكرية فعلا فدولة تخلص منهم تخيل انت تروح تجيب ابن خالتك دكتور السنان وتمسكوا رئيس أركان الجيش بتاعك ده صباح الضحك خالص يعني وده اللي خلى جيش جنوب فيتنام ضعيف بشكل يكسف وآخرهم انهم يقنعوا المعارضة وبس فلما انت تيجي تديهم أسلحة كده انت ما عملش أي حاجة بالعكس انت رميت أسلحتك في الأرض وده يعطاها على جيش انت عارف ان هو مش هيعرف يستخدمها ومش هيستفد بيها وهو ده اللي حصل بالفعل جيش جنوب فيتنام واللي كان اسمه جيش الأرفن كان بيكل بالشبشب من قوات الفيت كونج يعني الأرفن الاكتر في العدد والاقوى في التسليح كان بيتغلب من الفيت كونج الاقل في العدد والتسليح فشل تاني يضاف الى دسة الفشل بتاع جون كينيدي ولكن ده مش اي فشل الفشل بيحطه في موقف أصعب قصاد السياسيين والشعب الامريكي اللي وعادهم ان هو هيحل ازمة فيتنام ولكن لحد الان هو بيفشل فشل زريع فيها وقعد بيصرف كل الفلوس اللي في الخزانة الامريكية على الاسلحة اللي في الاخر بيح يبعتها للجنود الارفن اللي ما بيعرفوش يستخدموها بالترمي فلوس امريكا في الارض يا كينيدي جون كينيدي واستو كل الاحراج اللي هو في ده وخصوصا بعد زيادة عدد الفشل بتاعه لما سوفيت ادري بنو جدار بيرلين غصب عنه حاول ان هو ينقذ الموقف في فيتنام كينيدي كان عارف من فترة من ضباط السي اي اي اللي موجودين في فيتنام ان فيه انقلاب بيتم تدبيره من جيش الارفن على نجو دين زي ايم وطبعا بصفة جون كينيدي حليف لجنوب فيتنام فهو لازم يساعد نجو دين زي ايم لازم يبلغوا ان فيه انقلاب هيحصل عليه علشان يرحق نفسه ولكن جون كينيدي ما عملش كده وسبب نجو دين زي ايم بدون ما يعرف اي معلومة على الانقلاب اللي بيدبر بالعكس تفيه كمان مصادر بتقول ان جون كينيدي امر ضباط السي اي اي ان هما يساعدوا في الانقلاب ده كمان جون كينيدي كان عايز يخلص من جو دين زي ايم بأي طريقة ممكنة لانه كان شايف ان هو السبب الرئيسي لهذا الضعف اللي فيه جيش الارفن وبالفعل في 1 نوفمبر 1963 بعد ما ضباط جيش الارفن عرفوا ان جون كينيدي باع نجو دين زي ايم خلاص يحصل الانقلاب ويتم اعتقال نجو دين زي ايم وفي اليوم اللي وراه على طول يتم اغتيال نجو دين زي ايم ودي من اكتر الحاجات اللي ريحتني نفسيا وانا بجاهز للحلقة دي ما عرفش كده نجو دين زي ايم ده كنت بكرهه لللف لله وبفرح جدا لما لقي ديكتاتور حلفاءه بيخنوه جيش الارفن اللي كان منقيع الفرازة خانوه وانقلب عليه وقتله يهمني ان الديكتاتور يموت بطريقة مزلة وديه اخرت اي ديكتاتور المشكلة ان الانقلاب اللي حصل ده فتح سلسال من الانقلابات في جنوب فيتنام بقى الجنرال اللي يصحى الصبح بدر هناك هو اللي بيمسك الحكم علشان يتحول النجاح في خطة كينيدي الى فشل زريع للمرة اللي مش عارف كان بصراحة يخرب بيتك يا راجل كفاية فشل ومعلش يعني يا عم كينيدي ده اخرك معانا في 22 نوفمبر 1963 يعني بعد اغتيال جو دين زي ايم بحوالي 3 اسابيع بس يتم اغتيال الرئيس الامريكي جون اف كينيدي هم الاغتيالين منهمش علاقة ببعض ولكن كان لازم يتذكر فرق التاريخ ما بينهم يعني وبكده جون كينيدي يبقى حاكم سنتين خزر فيهم معركة خليج الخنزير بفضيحة واحرج نفسه واحرج امريكا في اخطر ازمة نووية في التاريخ اللي هي ازمة صواريخ كوبا وخلص كل فلوسه على جيش الارفن البهاين ومعرفش يمنع بناء جدار برلين في المانيا وحول جنوب فيتنام الى سلسال من الانقلابات والفوضى وبعد ده كله مات ده ايه السيفي المشرف ده؟ ده تروح تقدم بيه في اي شركة وتتقبل على طول استعرف لو جيت هنا تاني يا ابن الصرمة وطبعا بحكم الدستور الامريكي فالرئيس لو مات النائب بتاعه هو اللي بيمسك الحكم علشان كده اصبح النائب ليندن بي جونسون هو رئيس امريكا الجديد جونسون اقرب وصف للحالة اللي هو فيه ان هو اللبس في الرئاسة لابس دايما اللي بيصبح رئيس الامريكا الناس بتباركله اكيد جونسون او موصل للقاسة امريكا وسط العك اللي هي فيه ده كله الناس كانت بتعزيه اللي هو اللي يكون فوعونك على الهم اللي انت هتشيله ولكن يؤسفنا قولك ان العك لسه مجاش ده فيه قلعن وقلعن جاي كمان شوية اثناء انشغال امريكا بحواراتها شوية ازمة صواريخ كوبا وشوية خليج الخنازير وشوية اغتيال جون كيندي قوات الفيت كونج وزعيمهم ليز وان كانوا توحشوا في جنوب فيتنام الناس اللي كانوا بيكرهوا الشيوعية بدأوا يتقبلوها بعد ما شافوا دقوا العذاب تحت حكمة امريكا واتباعها واللي زود قوة جنود الفيت كونج ان في سنة 1964 يتم عزل نكيتا خروتشوف من رئاسة الاتحاد سوفيتي ويجي مكانه رئيس جديد اللي هو ليونت بريجنف ورئيس وزراء جديد اللي هو اليكسي كوسيجين واللي اتنين دول ما شاء الله بيدعموا شمال فيتنام وبيدعموا الشيوعية اللي فيها وبالتالي هيرجعوا الدعم العسكري لشمال فيتنام والقوات الفيت كونج اللي كانت قطع من زمان بسبب المشكلة مع الصين وهنا ليندون جونسون بدأ يحس ان هو دخل في ورطة الوضع بدأ يخرج عن السيطرة طب ايه نتدخل عسكرين في فيتنام نبعت الجيش الامريكي بهناك يخلص الليلة ولا نصبر ونشوفها يحصل ايه واللي زود حرته اكتر ان التقارير اللي بتيجي من البنتاجون بتقوله ان الجيش الامريكي يقدر يخلص الليلة دي في كام شهر ولكن التقارير اللي بتيجي من السي اي اي بتقول ان الوضع في فيتنام معقد اكتر مما تتخيل وان الجيش الامريكي هيعاني هناك ولو نجحنا فعلا في ان احنا ننتصر في الحرب في فيتنام فده هيكون على جسة عشرات الالاف من الجنود الامريكيين وهنا جونسون كان هيتجنن خلاص يعني نحارب ولا ما نحاربش لحد لما حصل حدث هيقلب كل الموازين والقرارات فاغسطس سنة 1964 المدمرة الامريكية يو اس اس مادوكس كانت موجودة بالقرب من حدود شمال فيتنام وبالتحديد عند منطقة خليق تونكن والمدمرة دي كانت بتتجسس على شمال فيتنام يمكن تلقط اشارة هنا ولا اشارة هنا تساعدها في الازمة اللي هي فيها ولكن المدمرة دي يتم كشفها من مراكب الفيت كونج ومعلش يعني مراكب وسفن فيت كونج هتكون متواضعة قدام المراكب وسفن الامريكية وبعدين دي مدمرة يعني مش هزار المدمرات وحاملات الطائرات دي حاجات استثنائية في القسطول الامريكي وهنا يحصل اشتباك مسلح ما بينهم والاشتباكات دي تكسبها طبعا المدمرة الامريكية واول من الاخبار دي توصل لليندون جونسون الحيرة تتحول الى يقين يقين ان لابد من عمل حملة عسكرية شاملة على فيتنام دون لاس بيتجرقوا على السفن الامريكية ودي مش اي سفينة دي مدمرة من المدمرات يعني المفروض ان لها هيبة وسط اساطيل العالم وطالما الفيت كونج اعترضوا مدمرة امريكية يبقى يا عالم هيعملوا ايه في المستقبل وبالفعل الكونجرس الامريكي يدعم قرار الحرب اللي اقترحوا ليندون جونسون ولكن في مشكلة صغيرة الانتخابات الامريكية كانت على بعد شهرين بس من اعلان الحرب على فيتنام والشعب الامريكي طبعا رافض تماما فكرة ان هو يبعت اولاده لاراضي بعيد عنهم بلاف الكيرومترات علشان يحربوا هناك فلو ليندون جونسون اعلن الحرب على فيتنام واعلن ان هو هيبعت الجيش الامريكي الى هناك واشا هيخسر الانتخابات اللي بعد شهرين دي وهنا جونسون قرر ان هو يلعب بالالفاظ احنا مش هنعلن الحرب على فيتنام لا احنا يا دوب هنزود التواجد العسكري الامريكي هناك بدل ما تواجدنا العسكري يكون مقتصر على الاسلحة والمعدات العسكرية وقوات الكوماندوس احنا بس هنبعت شوية جنود امريكيين قليلين خالص هناك لان زي ما انتو عارفين يا شعبي امريكي انتو محترفين في القتال والفيتناميين الجنوبيين بهايم ما ينفعش نعتمد عليهم طبعا ليندون جونسون بيكذب وهو عارف ان هو بيكذب هو عارف ان الحرب في فيتنام هتكون حرب دموية هو بس كذب الكتبتين دول علشان يضمن الانتخابات علشان يضمن ان الشعب الامريكي يختاروا لولاية تانية فانت هنا هتفيد تستغرب هو ليه الشعب مش عاوز الجيش الامريكي يحارب في فيتنام اشمعنا سابو يحارب في كوريا يحارب في كوبا يحارب في الحرب العالمية التانية وما اللي يعني لو جيش الدولة ما دخلش في حروب هيبقى جيش ازاي لا انت فهم غلط الحروب دي كلها كان بيحصل فيها تجنيد اكباري للشعب الامريكي والامريكان بيكرهوا حاجة اسمها تجنيد اكباري وعندهم حق الصراحة فلو امريكا دخلت في حرب جديدة في فيتنام ينهر سويت تجنيد اكباري تاني الغير مطلوبين للخدمة العسكرية هيتحولوا الى مطلوبين تكون قاعد كده في امان الله بتخطط لمستقبلك وهوب تلاقي نفسك مطلوب للتجنيد للولو الوطن كده طب بالله عليك لو انت مواطن امريكي والرئيس بتاعك عمل حاجة زي كده هتنتخبه تاني فطبيعي ان لندن جونسون علشان يضمل الانتخابات وعلشان يضمل الانتصار في حرب فيتنام كان لازم يكذب وبالفعل لندن جونسون يكسب انتخابات 1965 وبعدها على طول سنة 1965 اصدر قرار بالتجنيد الاكباري للشعب الامريكي احلى بلوت تويست في العالم اي حدنا بين سنة 18 وال35 لازم يروح يسلم نفسه للجيش وكل اللي ما كانوش مطلوبين للخدمة العسكرية هيزوحوا مطلوبين والمشكلة بقى ان في الوقت اللي احنا بنحكي فيه ده كانت امريكا غرقلة في العنصرية وخصوصا العنصرية ضد المواطنين اللي من اصل افريقي اللي هم زاوي البشرة الصمراء يعني فتلاقي ان اسناء فارز الجنود اللي هيتضموا للجيش الضباط كانوا بيجنجوا السود حتى لو كان عندهم عذر يمنعهم التجنيد وكانوا بيدوا اعفاءات للبيض حتى لو كانوا يصلحوا للتجنيد وده كان مثال صغير للعنصرية اللي كانت بتحصل هناك وسواء سود او بيض فالشعب الامريكي عموما مش عاوز يخش في الحرب دي محدش عاوز يروح يترحل لفيتنام الشباب كلهم اللي في سن التجنيد كانوا بيرفضوا ان هم يتجندوا على اساس يعني ان هم في امريكا بلد الحرية والديمقراطية ومن حقهم ان هم يرفضوا ان هم يتجندوا ده عندها يروح همك انت وهو امريكا دولة ديمقراطية لما تكون الديمقراطية في مصلحتها ودولة ديكتاتورية لما تكون الدكتاتورية في مصلحتها وطالما التجنيد الاكباري في مصلحتها يبقى هنشغل مودي الدكتاتورية فكان اي حد بيرفض التجنيد كان بيتعاقب ويتسجن وده اللي أكبر شباب أمريكان كتير إنهم يهربوا برا أمريكا واللي كان بيسافر برا أمريكا هربا من التجنيد كان بيتبصلوا بسط احتقار وتقليل من باقي الشعب الأمريكي خصوصا اللي سنهم كبير اللي شاركوا في حروب قبل كده كتير بقى أنتوا يا شوية عالي يا فرافير خايفين من حتة حرب في فيتنام أما لو شفتوا الموت اللي شفناه في الحرب العالمية التانية ولا لو شفتوا العذاب اللي شفناه في خنادق الحرب العالمية الأولى انتوا جيل حقير وضايع جيل من الجبناء سبحان الله كل جيل قديم لازم يقول على الجيل الجديد أنه صايع وضايع يعني زمان جدودنا كانوا بيقولوا الأهلينا كده ودلوقتي أهلينا بيقولوا لنا كده وإحنا في المستقبل هنقول لولادنا كده الظاهر أن دي سنة الحياة الأحداث اللي احنا بنحكيها دي واللي هي مقاومة الأمريكان للتجنيد في حرب فيتنام معروفة تاريخيا باسم زادرافت وفي فيلم مشهور يتعمل على الموضوع ده سنة 2015 المهم أن خطة لندن جونسون تنجح نجاح باهر عرف يكسب الانتخابات؟ عرف يجند الشعب الأمريكي بعد ما كدب عليه؟ وعرف يلبس الجيش الأمريكي في حرب فيتنام وعلى الجالب الآخر فقوات الفيت كونج كانت بدأت تاكل أكل في أراضي جنوب فيتنام وجيش الأرفل اللي من غير قيادة والمضطرب كان على وشك الانهيار لأنه ما يسواش حاجة من غير الدعم الأمريكي وعلى غفلة من الزمن يبدأ الطيران الأمريكي في عمل قصف عنيف ومكسف على قوات الفيت كونج الموجودين في جنوب فيتنام وعلى مواقع عسكرية موجودة في شمال فيتنام وكمان على لاوس وعلى كامبوديا أمريكا بالصالح عن نبي كده في القصف بتاعها ما فرقتش من حد إحنا دخلين علشان نولع في الهند الصينية كلها فأنت هنا هده بيدي تستغرب ليه يعملوا قصف جوي على لاوس وكامبوديا؟ حربوهم مع الفيت كونج في جنوب فيتنام أو على الأقل حربوهم مع شمال فيتنام يبقى بقى الدول زنبها إيه؟ ما هم لاوس وكامبوديا اللي كان بيمر منهم طريق هوتشي من اللي حاكين عليه من شوية اللي هو كان بيمثل أكبر عقبة للأمريكان الطريق ده طول ما هو موجود يبقى الدعم العسكري مش هيبطل يروح للفيت كونج والدعم الصيني والسوفيتي هيروح لهم زي الرز وكل ما تخلص على جنود منهم هتلاقي دفعة جديدة من جنود الفيتناميين ده غير إن الأحزاب الشيوعية اللي موجودة في لاوس وموجودة في كامبوديا كانت بدأت تستفحل وأمريكا خايفة من الدوميو إفكت اللي حاكين عليه الحلقات اللي فاتت اللي هو لاوس سلقط في إيد الشيوعيين وبعد كده كامبوديا بكل دولة يساعد الفيتنام وبعد كده فيتنام تساعد أسيا كلها لا 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 ما حاجش أنا مش عاوزين كده إحنا لازم نوقف الشيوعية من قدرها سواء في فيتنام أو لاوس أو كامبوديا أو في أي منطقة كمان حواليهم لو ظهر بس أي ميور شيوعية في أي مكان حوالي المنطقة دي هنقصفها ده غير إن القصف الجوي العنيف ده كان ليه مغزة تاني خالص قوات الأرفن اللي كانوا مضربين بالشيب شب من جنود الفيت كونج كان لازم يحسوا إن الأمريكان في ظاهرهم فلما يشوفوا القصف الجوي العنيف اللي الأمريكان بيعملوه على أعداءهم معنوياتهم هتبتدي ترتفع تاني وهيساعدوهم في القضاء على الفيت كونج وبكده تكون أمريكا بدأت رسميا تدخلها العسكري المباشر في فيتنام تدخل هينتهي بحربة هيحصل فيها جرائم كتير وهيتقتل فيها مئات الألاف ويمكن ملايين من البشر سواء عسكريين أو مدنيين حرب هتغير مجرى التاريخ إلى الأبد استنونا في الحلقة الجاية إن شاء الله وبس كاديكت كل حاجة الفيديو النهاردة إليت العجب في زمان تنشي عمليش في القناة ولو عندك أي سؤال تسألني عليه تحت في التعليقات إن شاء الله أجاوب عليه في حلقة الأسئلة الأسبوعية ولو عجبتك الحلقة دي تشاهرها مع أصحابك شكرا